سقوط حطام مسيارة أوكرانية في قاعدة إنجليز الجوية جنوب غربي روسيا يسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من الطاقم الفني ولا يخلف أي ضرر في معدات الطيران بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية التي أشارت إلى أن المسيارة كانت على علو منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجليز العسكري في منطقة ساراتوف وقبل ساعات قليلة من التصريح الرسمي للوزارة أعلنت وسائل إعلام أوكرانية وروسية سماع دوي انفجارات في القاعدة العسكرية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات شرق حدود أوكرانيا وعلى بعد نحو 730 كيلومتراً جنوب شرق موسكو وتتمركز في القاعدة قاذفات القنابل الاستراتيجية بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية ويعد هذا الاستهداف الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي الذي ينفذ داخل الأراضي الروسية بواسطة المسيرات التي باتت عنصراً أساسياً في الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وتقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تعمل في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا وفي طل هذا الوضع يعود الحديث عن الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو إلى الظهور من جديد حيث حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفديف العالم من أنه يقف على شفى حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية إذا لم يتم توفير ضمانات أمنية لروسيا التي ستسعى وفق قوله إلى منع حدوث هذه الكارثة لكن الاستعدادات الميدانية قد تكون مؤشرا على تصعيد آخر حيث أعلنت وزارة الدفاع البلاروسية الجاهزية التامة لأنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي S-400 التي نشرتها روسيا على أراضي بلاروس إضافة إلى الجاهزية الكاملة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة سناء المهداوي تيراتي عربي ترجمة نانسي قنقر